يجري من عام حلف شمال الأطلسي نايتو زيارة إلى العاصمة الأمريكية واشنطن للقاء رئيس جو بايدن وبعض من المسؤولين الأمريكيين البيت الأبيض أكد أن جدول الأعمال الرسمي للاجتماع ومناقشة قمة الحلف المقبلة وهي المقررة في يوليو القادم في فلانيوس الليتوانيا وكان البيت الأبيق قد أعلن تأجيل اللقاء اليوم إثر خضوع الرئيس بايدن لعلاج فما هي أجندات ستولدنبركي واشنطن وما هي تحديات التي ستواجه الحلف حاليا أسئلة أطرحها على ضيفين واشنطن للمزيد من واشنطن ينضم إلينا كبير البحثين في مؤسسة هيرتيج للأبحاث نايل جرانر ومن برلين ينضم إلينا الخبير في الشؤون الأوروبية والدولية ماتياس برغمان أهلا بكم على شاشة الحراء يعني ربما أبدأ أولا مع ضيفي من الولايات المتحدة الأمريكية وما هي الموضوعات المطروحة على طاولة النقاش ما بايتها النيتو وجو بايدن الاستضافة في البرنامج اليوم بالتأكيد النيتو وبدون أي شك هو عند نقطة تقاطع لم يكن النيتو أكثر أهمية نتيجة للحرب في أوكرانيا أيضا ألقد برهن على صلاته عن طريق حشد شعب أوكرانيا دور النيتو كان حيويا في تحالف الأطلسي ويزداد أهمية وفي ظل قيادة شتولتنبرغ النيتو في الواقع أصبح أكثر قوة ولكن بالطبع هناك محاولات من جانب أعضاء في الناتو الذين لم يشاركوا بما فيه الكفاية في الإنفاق الدفاعي أيضا كانت هناك دول عملت على إحداث انقسام مثل تركيا التي رفضت التعاون الكلي على صعيد عدة جبهات أنا أعتقد وبدون أي شك أن الناتو وهو متجه إلى قمة تاريخية في فيلنيس في يوليو أعتقد أن هذا التحالف قوي وذو صلة وحيوي من ناحية الدفاع عن العالم الحر ولو كان الناتو ضعيفا فروسيا ستستغل ذلك أيضا الصينيون سيستغلون ذلك أعتقد أن دور الناتو متعدد ومهم جدا وهو تحالف عبر الأطلسي ولكن في نفس الوقت وكما نرى من دول مثل اليابان وكوريا الجنوبية رأينا العامل الآسيوي مهم أيضا بالنسبة للناتو والناتو يجب أن يكون قويا من ناحية ردع صعود الصين الشيوعية أعتقد أن الكثير سيناقش في الأشهر القادمة أذهب إلى برلين وضيفي من هناك السيد ماتيس وعوغمان أهلا بك من جديد يعني ما هي التحديات التي تواجه حلف الناتو في هذه المرحلة شكرا لإستضافتي الشيء الأهم ذكره زميلي ولكن وكما نرى بالنسبة لقمة الناتو في لثوينيا نرى أنه ستكون هناك بعض المواضيع التي ستقرر مثل موضوع التمويل وهدف الاثنين في المئة أو ربما أكثر ولا تزال بعض الدول الأوروبية العضوة لم تحقق أو تصل إلى هذا المستوى إلى هذه النسبة المئوية مثل ألمانيا مثلا هناك مناقشات أيضا مع تركيا ودور تركيا في الناتو وخاصة لا تزال تركيا تعارض عضوية السويد في الناتو علينا أن نرى المزيد من التعاون داخل الناتو مثلا اليوم تم الاتفاق على أن سلوفاكيا وهي ليس لديها طائرات مقاتلة لأنها تخلت عن الطائرات السوفيتية القديمة وعطتها إلى أوكرانيا وهي تدافع الآن عن المجال الجوي لدول مجاورة مثل جمهورية تشيك وبولندا ودول أخرى وسنرى المزيد من هذا التعاون الثنائي داخل الناتو وعلينا بالطبع أن ننفذ عمليات الشرطة في دول البلطيق التي تقوم بها بصورة أساسية ألمانيا علينا أن نناقش أيضا وأن نقرر مسألة الذخائر المشتركة وبناء الأسلحة المشتركة وذلك لأنك كما ترين في أوكرانيا مثلا عليهم أن يتعاملوا مع 20 من أنواع الدبابات دبابات القتال الرئيسية داخل الناتو أيضا ستكون هذه مشكلة عندما نواجه حربا علينا أن نبني المزيد من الدبابات المشتركة والطائرات المشتركة إلى آخره طيب أعود مرة أخرى إلى الولايات المتحدة الأمريكية وضيفي الأستاذ العلوم السيسيفي جامعة جونس هوبكينز إدوارد جوزيف يعني سيد جوزيف كيف يمكن للقاء بايدن واسلتنبيرك تحديدا على ذكر النقطة التي ذكرها ضيفي من ألمانيا تسريع عملية انضمام أسويل لحلف الناتو هذا سؤال جيد علي أن أقول أن المعارضة التركية كانت يؤسف لها ولا تفيد تركيا لعبت دورا سياسيا داخل الناتو وأعتقد أن رئيس اردوغان لعب دورا غير مفيد هنا فيما يتعلق بمستقبل تحالف الناتو وأعتقد أنه تعمد إبطاء العملية عملية صعود السويد وفنلندا لعضوية الناتو وهذا لم يكن مفيدا أعتقد أننا نحتاج أن نرى المزيد من الضغوط الأمريكية على تركيا لأن هناك مواضيع مهمة تناقش بين ستولتنبيرغ وبايدن أيضا السيد ستولتنبيرغ أشار إلى أنه يود العودة إلى بلاده وأيضا هناك تكهنات أنه ربما يجدد من ولاياته كأمين عام للناتو وهناك منافسة قوية بين وسير الدفاع البريطاني ولس ورئيس ورئيس وزراء الدينمارك الذي يعتقد أنه في المقدمة أشياء كثيرة تعتمد على قدرة بايدن على المناورة مع ستولتنبيرغ القادم من أوروبا وأعتقد أن الاجتماع سيكون مهما جدا من ناحية تركيز عقل بايدن على العثور على خليفة لستولتنبيرغ أو هل السيد ستولتنبيرغ سيبقى في مكانه كأمين عام هناك الكثير من الأشياء التي ستناقش خاصة موضوع تركيا وتمدد النيتو أعود مرة أخرى إلى برلين وضيفي من هناك سيد ماتياس بروجمان هل هناك نستطيع أن نقول أن بعض النقاط التي ربما تستغرق أمضا أطول من غيرها في مناقشاتها موضوع الـ 2% الانفاق الدفاعي الحديث أيضا عن أليات ربما تملكها الولايات المتحدة مع النيتو لدفع تركيا للموافقة على انضمام السويد نعم بإمكانهم ذلك أنا متفائل إلى حد ما لأن الانتخابات في تركيا انتهت والرئيس أردوغان تقريبا استعمل موضوع السويد كورقة رابحة في لعبة الانتخابات ولكن الانتخابات انتهت وهناك فرصة أن تقوم تركيا بالتخفيف من معارضاتها لعضوية السويد ويجب أن تكون هناك ضغوط أكثر من قبل دول الناتو الأخرى على أردوغان هناك موضوع آخر مهم وهو دور الأسلحة المشتركة ونحن جميعا نواجه هذا الموقف وعلينا أن نجدد معداتنا العسكرية ألمانيا تنفق 100 مليار دولار على دبابات وطائرات جديدة وسفن حربية ودخائر وهذا فقط ألمانيا هناك دول أوروبية أخرى تنفق أكثر على الدفاع ويجب أن يكون هناك تخطيط حكيم لإنتاج كل هذه الأسلحة اللازمة حتى المصانع والشركات الأوروبية هي مستعدة لعمل ذلك خلال أشهر المسألة تتطلب وقتا وعلينا أن نخطط من الذي يسلم أولا كما ذكرت سلوفاكيا ليست لديها طائرات الآن وعليها أن تحصل على طائرات جديدة ولكن عملية الإنتاج في الولايات المتحدة أبطأت تسليم هذه الطائرات إذن كل دولة لها نظامها الخاص وعلينا أن ننسق أكثر موضوع الإنتاج إنتاج واستعمال المعدات العسكرية أبقى معي وتحول مرة أخرى إلى واشنطن وكبير البحثين في مؤسسة هيرتيج للأبحاث نايل غيردنور من جديد أهلا بك ربما لا نستطيع أن نغفل برغم من أننا سوف نفرد حديث أوسع حول هذه النقطة ولكن لا نستطيع أن نغفل التزامن ما بين زيارة ستونتو بيرغ إلى واشنطن ولقائه الذي كان من المفترض أن يتم اليوم مع رئيس الأمريكي جو بايدن وبين انطلاق المنورات الأطخم والأكبر لحلف النيتو في ألمانيا هل من رسالة جراء هذا التزامن أعتقد أن التمارين العسكرية خطط لها منذ فترة طويلة ومن المفيد أن يأتي هذا الاجتماع بين بايدن وستولتنبرغ في نفس الوقت الذي تجري فيه هذه المنورات في أوروبا لأن هذا يشير إلى جدية وإلى مواجهة أعداء العالم الحر هناك أعداد كبيرة من القوات منخرطة وهذه ترسل إشارة واضحة إلى روسيا أن تحالف الناتو متحد وقوي وسيقوم بالدفاع عن حدوده وعلى الروس أن يفهموا أن الناتو يعني ما يقوله هنا هذه التمارين ليست للعرض فقط وإنما تظهر القدرات والنوايا العسكرية في نفس الوقت نحتاج أن نرى المزيد من الضغوط الأمريكية كي يكون هناك إنفاق عسكري أكثر ليس فقط من ألمانيا نفسها ألمانيا التي وبشكل منسجم فشلت في تلبية مطالب الـ 2% هناك حوالي 20 دولة أوروبية في نفس الموقف عدد قليل من دول الناتو ارتقت إلى تحقيق هدف الـ 2% أعتقد أن هناك مشكلة أخرى بالنسبة لمستقبل الناتو وهي المقاربة المرتبكة من جانب الرئيس الفرنسي ماكرون والذي تحدث عن خلق منافس لتحالف الناتو واعتماد أقل على الولايات المتحدة والابتعاد عن التحالف الأطلسي أعتقد أن خطاب ماكرون هذا لم يكن مفيداً بل كان معطلاً من نواحي كثيرة في الواقع ماكرون في حديثه كان يبعث على الانقسام داخل تحالف الناتو وأعتقد أن الرئيس الأمريكي والأمين العام للناتو سيقفاني أمام مثل هذا الخطاب الانقسامي دعني أقف ربما عند هذه التصريحات وأطرحها على ضيفي من بولين الخبير في الشؤون الأوروبية والدولية سيد ماتياس بيرجمان هل تصريحات رئيس الفرنسي إمانويل ماكرون يمكن أن تشكل أزمة أو مشكلة في المرحلة الحالية أو ربما هاجزها عن على الأقل نعم بالطبع أنها تسبب مشاكل والرئيس ماكرون لا يزال لم يقرر بعد حول موقفه بشأن روسيا علينا أن نناقش هذا داخل الناتو وأيضا يجب أن تكون هناك مناقشة على الأقل مع شركاء الناتو الأوروبيين ماذا سيحدث مع الناتو عندما الولايات المتحدة لسوء الحض عندما يعود الرئيس ترامب أو لو عاد الرئيس ترامب إلى السلطة النقاش كيف يمكن أن نقوي الناتو من خلال التعاون الثنائي داخل الناتو وإعطاء المزيد من السيادة للحلفاء الأوروبيين وتعاون أكبر بينهم هذا نقاش يتم حاليا والتمرينات المدافع الجوي لعام 22 رأيناها تبدأ اليوم هذا الصباح هذه علامة واضحة أن الولايات المتحدة والحلفاء الأوروبيين سيبقون سويا والجزء الأهم من هذه التمرينات يتمثل في المشاركة الأمريكية الولايات المتحدة جلبت مئات الطائرات إلى أوروبا وكما نعرف جميعا هذه الطائرات موجودة أو كانت موجودة في أوروبا حتى عدة سنوات خلت إذن نحن علينا أن نناقش وضع المعدات الأمريكية العسكرية في أوروبا مرة أخيرة أعود إلى ضعيفي سيد جاردنر إلى أي مدى يمكن أن يدفع تنامي الخطر الروسي في أوروبا ربما بالدول أو بحلف النيتو وبدول الأوروبية إلى زيادة مخصصاتها لتمويل الحلف؟ هذا سؤال جيد أعتقد أن الحرب في أوكرانيا كانت عبارة عن جرس إنذار لتحالف النيتو وحقيقة الأمر حقيقة أن هناك طموح لروسيا وهذا هو الذي جلب إلى المقدمة هذا الموضوع النيتو كان نائما لعدة عقود والآن بدأنا نرى صحوة له ورأينا دول أوروبية تزيد من إنفاقها الدفاعي علينا أن نرى المزيد من المعدات حقيقة الأمر روسيا لديها طموحات تتجاوز أوكرانيا ولا يمكن أن نقلل من إمكانية هجمات روسية على دول بحر البلطيق لثوينيا والاتفيا وحتى بولندا النيتو يجب أن يكون مستعدا لخوض حرب برية في أوروبا والفوز بها الآن من الصعب على الناتو أن يفعل ذلك بدون أن يكون هناك تواجد عسكري أمريكي كبير في أوروبا الأوروبيين لا يستطيعون لوحدهم أن يقاتلوا ويهزموا روسيا يحتاجون إلى الولايات المتحدة الولايات المتحدة لا تزال ملتزمة بالدفاع عن أوروبا ولكن في نفس الوقت أعتقد أن الالتزام الأمريكي تجاه أوروبا ربما يتقلص نتيجة لالتزامات أمريكا في آسيا وحول العالم مهم أن تصاعد الدول الأوروبية من مشاركاتها حتى تتمكن من الفوز في حرب برية ضد روسيا في أوروبا شكرا لك ضيفي من واشنطن كبير البحثين في مؤسسة هيرتيج لأبحاث نايل جرانر وشكرا أيضا لضيفي من برلين الخبير في الشؤون الأوروبية والدولية مع تياس برغمان وصفت بغير المسبوقة والأكبر في تاريخ شمال حلف الأطلسي تلك المناورات التي يجريها الحلف بتنسيق مع ألمانيا والتي تستمر إلى غاية الثالث والعشرين يونيو الجاري تضم المناورة 250 طائرة عسكرية من 25 دول عضو وحليفة لحلف شمال الأطلسي منها اليابان والسويد المرشحة للانضمام إلى الحلف المناورات يشارك فيها أيضا حوالي 10 ألاف عنصر بهدف تعزيز التشغيل المشترك والحماية من المسيرات وصواريخ كروز في حال وقوع هجوم على مدن أو مطارات أو موانئ واقعة ضمن أراضي الدول الحلف وستشمل المناورات تدريبا عمليتي وتكتيكيا خصوصا في ألمانيا وأيضا في تشيكيا وإسطونيا ولاتفيا مدير الحرس الجوي الوطني الأمريكي الجنرال مايكن لو أكد أن الطيارية تحالف سيعملون معا للمرة الأولى مضيفا أن الأمر يتعلق بالحفاظ على العلاقات القديمة لإرساء ما تعنيه مواجهة قوى عظمى في سياق التنافس بين القوى العظمى وأضاف أن المناورة تهدف إلى استكمال الوجود الدائم للولايات المتحدة في أوروبا وتوفير تدريب على نطاق أوسع مما يتم إنجازه عادة في القارة الأوروبية أما الجنرال إنغو جيرهارتز قائد القوات الجوية الألمانية فقد أكد أثناء تقديمه التمرين أن حلف شمال الأطلسي مصمم على الدفاع على كل شبر من أراضيه في إشارة إلى التهديدات المحتملة ولسيما من روسيا تصريحات ناكدتها السفيرة الأمريكية في ألمانيا إيمي غاتمان حيث شدتت على أن هذه المناورة سيكون هدفها إيصال رسالة خصوصا إلى روسيا مشيرة إلى أن تضعف قوة الحلف تكمن في التنسيق المشترك فكرة التدريبات أطلقت عام 2018 في إطار الرد على الضم روسيا شبه جزيرة القرن في 2014 غير أن الحرب الروسية على أوكرانيا أظفت المزيد من التحفيز لحلف النيتو كما تأتي هذه المناورات موازاة مع طلب كل من فنلندا والسويد الإنضمام إلى النيتو بعد بدء الحرب الروسية على أوكرانيا وللحديث عن المناورات الجوية انضم إلينا مباشرة من ولاية فرجيني الأمريكية مدير مركز تحليل السياسي العسكري في معهد هيتسون ريتشيرد وعيد أهلا بك على شاشة الحراء يعني ربما كنت تتفق مع ما ذكره ضيوفي بأن المناورات ترتب مسبقة من قبل تزامنها مع زيارة ستولتنبرغ إلى الولايات المتحدة الأمريكية ولكن هل تغيرت التكتيكيات الخاصة بها ربما مع تصاعد المواقف على الأراضي الأوكرانية؟ بالتأكيد هذا التمرين اقترح من قبل ألمانيا عام 2018 وبدأوا في تطوير الخطط ولكن مع الوقت تم توسيعه ليشمل مهام جديدة مثلا بعد الصعوبات التي واجهتها الولايات المتحدة في إخلاء المطار في أفغانستان التمرينات الآن شملت مثل هذا النوع من الإخلاء أو الإجلاء من مطار تحت الهجوم أيضا هم شملوا استعمال طائرات للهجوم على قوات برية وغوصات وطائرات أخرى ولكن هذه بالطبع أصبحت أمور أكثر الحاحا آخذين بعين الاعتبار القتال في أوكرانيا ونفترض أننا تبنينا بعض التغييرات في التكتيكات طيب ما هي السيناريوهات التي تحاكيها هذه المنورات؟ يعني هناك سيناريوهات كثيرة منها المطروح حاليا على الأرض بالفعل نتحدث هنا عن الغزو الروسي لأوكرانيا هناك سيناريوهات أخرى ربما تأتي من قبل العسكريين أو من قبل الخبراء فما هي السيناريوهات المطروحة التي تتم محاكتها؟ بالتأكيد كما ذكرت أحد الأشياء الجديدة التي أدخلت هي إخلاء مطار أيضا كان هناك اختبارات خاصة بإرسال فرق طبية إلى مناطق النزاع هذه مع توقع أنه وبعكس أفغانستان والعراق هذه الفرق لن تتمكن من نقل أي جنود جرحة وإعادتهم إلى ألمانيا أو الولايات المتحدة لأن عليهم أن يعالجوهم على الأرض هناك لأنهم يجب أن يدافعوا عن دول مثل دول في أوروبا ودول في شمال أوروبا وأيضا التمر على الدفاع عن دول البلطيق وأيضا التعزيز السريع وأخذ أعداد كبيرة من الطائرات ونقلها من أمريكا وبريطانيا إلى مناطق قريبة من الجبهات هناك أشياء كثيرة يحتاجون إلى عملها في حال الدخول الناتو في حرب مع روسيا ونحن نتحدث هنا عن الطموح الروسي ربما هل يجدر بنا الحديث عن الطموح الروسي في لتوانيا في بولاندا في لادفيا هل هذه التمرينات أو المناورات الجوية تراعي مثل هذه النقاط نعم دول البلطيق مكشوفة لأنها محاذية لروسيا وأيضا هناك جيب روسي في كالينجراد والموجود بالقرب من بعض دول البلطيق أيضا هي مكشوفة لهجمات من البحر من أسطول روسيا في البلطيق إذن هم عليهم الدفاع عن كل هذه الدول من هذه الهجمات المتنوعة أحد الدروس من أوكرانيا كان لا يمكنك الاعتماد على وجود قوات للناتو واستجابتها بعد الغزو الروسي قبل عشر سنوات الفكرة كانت روسيا تهاجم وتحتل دول البلطيق ثم الناتو يمضي ستة أشهر في حجد قواته في ألمانيا ثم يقوم بهجوم مضاد لتحريرها مثل هجمات الحرب العالمية الثانية هل هذه هي رسالة سيد وايتس التي رغبت الولايات المتحدة الأمريكية بإيصالها على لسان السفيرة الأمريكية في ألمانيا حينما قالت إن هذه المناورات تهدف إلى إرسال رسالة هل هذه الرسالة هي الجهازية الفورية؟ نعم الرسالة الرئيسية كانت إلى روسيا لا تهاجمي لأننا سنهزمكم أيضا هناك رسالة طمأنة لدول البلطيق ورومانيا أنها ستحظى بالحماية حتى لو كانت مكشوفة الآن وألمانيا أيضا ستشارك مثل بريطانيا والولايات المتحدة إذن هي تشكيلة من رسالة ردع إلى روسيا ورسالة طمأنة إلى الحلفاء المكشوفين أمام روسيا في أوروبا طيب بالحديث ربما عن التمويل الأوروبي للحلف مقارنة بالتمويل الأمريكي هل هذه النقطة تشكل بأي شكل من الأشكال؟ ربما نقطة عرض أو نقطة إضاح في هذه المناورات؟ نعم إدارة بايدن حاولت أن تبتعد عن هدف الاثنين في المئة والذي نوقش سابقا وحتى لو الدولة لم تنفق 2% على الدفاع ولكن تساهم في التمرينات وتستضيف قوات أمريكية وتقوم بمساهمات أخرى فهذا شيء يرحب به ولكن من خلال إشراك عدد كبير في التمرينات هذا يظهر وحدة النيتو ويظهر أن الحلفاء الذين لا ينفقون المبالغ المطلوبة لا تزال هذه الدول تساهم في الدفاع الأوروبي شكرا لك ضيفي من ولاد فيرجينيا الأمريكية مدير مركز التحليل السياسي العسكري في معهد هيتسون ريتشارد وايتس